الصحفية نصل إلى جريدة الوفد مايو بدء امتحانات نهاية العام الدراسي بالقليوبية اعتمد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية مواعيد امتحانات نهاية العام بمدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية حيث تقرر أن تبدأ امتحانات في الثالث من مايو المقبل لجميع سنوات النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي حيث تقرر موعد العاشر من مايو للشهادة الابتدائية والرابع عشر من مايو للشهادة الإعدادية وصرح الدكتور عبدالله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم تشكيل الكنترولات للشهادتين الابتدائية والإعدادية بحيث تتم أعمال التصحيح أولا بأول واختيار مراقبي اللجان وفق الضابط المعمول بها في هذا الشأن